اتخذت لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية وبناء على متابعة دقيقة وأوامر قضائية صادرة من محكمة الكرف المختصة بقضايا النشر والإعلام إجراءات قانونية بحق المدعوة حانونه حكومة تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة للحد من انتشار المحتوى غير اللائق عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضمان التزام الجميع بالضوابط القانونية والأخلاقية في نشر المعلومات وقد أكدت وزارة الداخلية على استمرارها في مراقبة المحتويات المنشورة والتعامل بحزم مع المخالفين لتحقيق بيئة إعلامية آمنة